أهلا بحضراتكم مرة تانية ونخرج شوية من الأخبار السياسية إلى الأخبار اللطيفة الخفيفة كده على الصبح اللي ممكن يكون فيها ابتسامة لطيفة ومجموعة من الأخبار من خارج مصر في مكان في ولاية شيكاغو أو عفوا في مدينة شيكاغو ولاية إلينوي الأمريكية مدينة شيكاغو هي عاصمة إلينوي في أمريكا في مكان فيها مخصص للحيوانات المكان ده قرر بالتنصيق مع المدينة مدينة شيكاغو أنه يطلع ألف قطة في أرجاء المدينة في أحياء المدينة يطلقهم في الشارع كده ليه بقى حيسيبوا القطة في الشارع ويبقى عندهم قطة شوارع السبب أن فران كتيرة جدا انتشرت في المدينة في خلال السنين اللي فاتت والسنة دي تبقى السنة الستة على التوالي لانتشار الفران فقالوا داويني بالتي كانت هي الداء وأطلقوا القطة في شوارع المدينة للقضاء على الفران بعدها جمانا يطلعوا كلاب في الشارع عشان تقضي على القطة اللي أطلقوها عشان تقضي على الفقران بص أنا ما عنديش مسوكلة أنه يسيبوا القطة في الشارع عدي مشكلة مع الفران فأنا يعني أنا معاهم منعدي مشاكل شخصية مع الفران شخصية؟ لا، إذا كانت شخصية لا وست سنين برضو صبروا عليهم كثيرا ست سنين أقول لك يمشي إنتم شعي ستمشي يفور يفور فعش كده هتطلع لك قطط وهو خلاص القطط طرعت خلاص مش هتشوف فرانتين إن شاء الله يعني خلينا نروح لخبر آخر وواحدة من الغواصات قدرت أنها تلاقي خاتم زفاف 8000 دولار كان ضايع من عريس وعروس القصة بدأت إزاي؟ بدأت بزيارة عروسين لجزيرة اسمها نروفولت في أستراليا عشان يشوفوا عالتهم في عيد الميلاد العريس والعروسة قرروا إنهم ينزلوا ياخدوا غطسة كده في المياه ولما طلعوا الزوجة بصت على إيدها ما لقتش الخاتم فنزلوا يدوروا عليه في البحر وطبعا ما لقوش أي حاجة الحد بقى ما اكتشفت غطاصة الخاتم المفقود اللي استقر حوالين جسم السمكة بوري وقدرت بعجوبة إنها توصل للعريس والعروسة عشان تبديهم الخاتم ووصفت لهم إن مشهد السمكة وهي محصرة بالخاتم كان مؤلم جدا عرف فاني يا حسين أنا مش قادر أشوف أي حاجة المال الحلال ما بيروحش لا أنا كل اللي في دماغي عادل إمام بس رحي تلوى السيد الشغال فتح السمكة ما لقاش الخاتم بس دلق الخاتم دلق الخاتم يعني كل سنة الزعيم طيب طبعا كان عيد بناده مبارح بس فعلا مش قادر الخاتم والسمكة بس بص بالله يا رعزيم يعني شايف برضو الفلوس الحلال يعني الخاتم وقف البحر كده خاتم سيد الكوين كان حرام أكيد ما ديتم أرشوة قديتم أرشوة صح فتخيلني مش عرف ألف حوالين سمكة زيبة مش عرف ممكن يكون يحصل ازاي وبعدين لقوه وبعدين دورت طروسة ده إيه؟ أمانة بالله يا رعزيم دي أمانة الأمانة طيب احن لست تقريبا في البحر لست في البحر في غواص نزل البحر في رحلة غوص وأثناء هذه الرحلة وجوده تحت المياه اكتشف بقايا مخلوق غريب غير معروف القصة دي بدأت لما الغواص نزل لعمق كبير جدا في البحر وشاف هيكل عظمي كبير جدا على شكل خط مستقيم العظم ده كان هش جدا لدرجة إنه بيتحول لغبار بمجرد ما كان بيلمسه ومن المفترض يعني إن العلماء بيدرسوا الموضوع ده وبيشوفوا إيه الهيكل العظمي ده أو العمود الفقري ده كان إيه كائن اللي كان ضخم بهذه الدرجة سمكة عملاقة حوت حجم برمائيات ما قبل التاريخ مثلا يعني نعرف إن الكرة الأرضية كان فيها مخلوقات كثيرة وعديدة لم نستطع الوصول إلى كل ما أعتقد إن فيما زي المخلوقات ما نعرفش عنها حاجة طبعا يعني أنا دائما عند المعتقد ده في مخلوقات ما نعرفش عنها أي حاجة كان في قصة بندرسها في سنوية أظن جورني تو ده معرق أوف دا سي حاجة كده اللي هي نزل جورني تو ده سنتر أوف دا أرس بندرسها في الإنجليزي في سنوية عامة اللي كانوا نزلوا لغاية عمق الأرض وشافوا بقى مخلوقات قديمة منها مخلوقات بحرية عشان كان فيه بحر تحت الأرض قصة كده خيالية يعني لو هنتخذ قصة ديكة وارجع فيعني أوكي نسأل فيها وزارة التربية والتعليم المعصرية اللي اخترتها ما احنا ندرسها أنا من الجيل اللي درسك أنا مش عارفة مدرستيش لأ ممكن تكونت غيرتها يعني فيه تحديث دي فيه فرق سنة بيو بينا سنة أيو أنا موافع إنها سنة بصوها ها احنا محتاجين صوت دكتور حامد جوهر دلوقت يا جماعة لو الناس فاكرة عالم البحار ونازل يحاول يرفع العظم العظم هاش لدرجة كبيرة جدا لدرجة إنه تحاول له غبار أول ما الروبوت أو اليد القلية دي حاولت توصله طبعا وجوده لسنين طويلة تحت المية يخليه بقى بالمنظر ده